السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة هنتكلم عن هي حلقة إسرائية يعني إيه حلقة إسرائية؟ إن أنا هتكلم عن شعبة التأمينات عموما إحنا في سنة ثالثة إن شاء الله عندنا كم مادة في شعبة التأمينات إحنا عندنا ثلاث مواد المادة الأولى اللي هي تأمينات الأشخاص والمادة التانية اللي هي تأمينات هندسية والمادة التالتة اللي هي فني الإنتاج وما نيجي نتكلم عن التأمينات هل التأمينات دي مهمة؟ التأمينات دي مهمة جداً ليه هي بتعمل إيه؟ هي بتعمل حماية تأمينية يبقى هنا الأهمية في التأمينات أنا بعمل حماية تأمينية وبعمل تعويض إن أنا بعوض الأشخاص عن الخسائر الحدثة في الأخطار أو الآلات مثلا أو الأجهزة اللي هو مأمن عليها فأنا ببدأ إن أنا أعوض عليه يبقى هنا للتأمينات أهمية كبرى للأفراد أو للأشخاص اللي هم بيأمنوا على الممتلكات أو على الأشخاص لو أنا بأمن على الأشخاص يبقى أنا بعمل حماية تأمينية لأن أنا عندي الشخص ده ما أقدرش إن أنا أعوضه لو هو توفى لو هو مثلا حصل له عجز فدي أنا مش بعمله حماية تأمينية أنا ما أقدرش إن أنا أعوض شخص لو الشخص ده توفى ما أقدرش إن أنا أعوضه بس أقدر إن أنا أعمله حماية تأمينية حماية تأمينية إن أنا لو الشخص ده توفى أقدر أدي للمستفيد اللي هو مبلغ التأمين زي ما احنا تكلمنا قلنا ان هنا شعبة التأمينات دي بتتكون من ثلاث مواد عندي في المادة الاولى اللي هي تأمينات الاشخاص وتأمينات الاشخاص دي بتبدأ او بدرسها في السنة الثالثة بتكون حستين في الاسبوع تأمينات الاشخاص دي اللي هي بتتكون من بابين الباب الاولاني اللي هي اساسيات او ان انا بتكلم عن الاشخاص بتكلم عن المقدمة بالتأمينات الأشخاص وقلنا أن تأمينات الأشخاص دي مهمة جدا مهمة جدا ليه للشخص أن أنا بعمله حماية تأمينية لو الشخص ده توفق أو حصل له إصابة عجز أو العجز كلي أو عجز جزئي هنا شركة التأمين بتبدأ أن هي تعوضه عليه فأنا همسك أول مادة أو أول منهج من المناهج في سنة ثالثة اللي هي في شعبة التأمينات اللي هي تأمينات الأشخاص وهنتكلم عليها ونشوف هي بتتكون من إيه مادة تأمينات الأشخاص وقلنا أن هي تأمينات الأشخاص من أهم أنواع التأمينات الموجودة في شركات التأمين أن أنا ببدأ أن أعمله حماية تأمينية للشخص اللي هو مؤمن عليه وطبعا هنا تطورت التأمينات للأشخاص لتناسب احتياجات الأفراد باختلاف البيئة والدخول والهدف وأن سوء التأمين بينمي ويزدهر وتنشئ وصائق جديدة حسب تطور المجتمع واحتياجات الأفراد اللي بيتغيب من وقت لأخر هنشوف هنا أهداف المكرر بتاع اللي هو منهج التأمينات الأشخاص أن أنا بعد مبادر لس المنهج ده لازم نتعرف على أساسيات التأمين على الأشخاص وقصص شراء التأمين على الحياة وطرق بيعها ثاني حاجة يفهم الشروط العامة لوصائق التأمين على الحياة ثالث حاجة من أهداف المكرر أن أنا أعرف بيلم معلومات عن التأمين المؤقت الفردي وأنواعه وأهميته واستخداماته رابع حاجة أنه هو بيدرك أهمية التأمين لمدى الحياة وأنواعه والفروق بينه وبين التأمين المؤقت خمس حاجة أنه هو بيلم وصائق التأمين لحال الحياة ووصائق التأمين المختلط سادس حاجة أنه هو بيتعرف على التأمين على الحياة الجامعية وملامحه وشروطه سابع حاجة أنه هو بيتعرف على صندوق التأمين الخاصة والمزايا التي تقدمه هنا ثامن حاجة أنه هو يفهم طبيعة التأمين التكافلي على الأشخاص والأسس التي يقوم عليها هنا زي ما احنا تكلمنا دول أهداف اللي هي أهداف المقرر هنبدأ نشوف أن أنا عندي أن المنهج التأمينات الأشخاص بيتكون من بابين الباب الأولاني اللي هي الأساسيات الخاصة بالتأمين على الحياة أو التأمين على الأشخاص وتاني حاجة بأخذ أنواع التأمين الأخرى أنواع أخرى من التأمين على الحياة يبقى هنا عندي بابين في منهج التأمينات الأشخاص الباب الأولاني اللي هو بيكلم عن أساسيات وأنواع التأمين على الأشخاص والباب التاني بيكلم عن أنواع أخرى من التأمين على الحياة هنمسك هنا لو احنا نشوف هنا على الشاشة نشوف اول حاجة اللي هو الباب الاوليني هو بينقسم الى ايه او زي ما احنا قلنا هو بينقسم منهج التأمين على الاشخاص اللي هو الباب الاول اساسيات وانواع التأمين على الاشخاص الباب التاني اللي هو انواع اخرى للتأمين على الحياة هناخد اول حاجة اللي هو الباب الاول اساسيات وانواع التأمين على الاشخاص وعندي اساسيات وانواع التأمين على الاشخاص بيتكون من اربع وحدات اللي هي أساسيات التأمين على حياة الأشخاص الوحدة التانية الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة الوحدة التالتة اللي هو التأمين المؤقت الفرزي والوحدة الرابعة اللي هي التأمين لمدى الحياة يبقى هنا لو احنا بنكلم على أساسيات وأنواع التأمين على الأشخاص قلنا إنهما أربع وحدات اللي هي الوحدة الأولى اللي هي أساسيات التأمين على الأشخاص الوحدة التانية اللي هي الشروط العامة والوحدة التالتة التأمين المؤقت والوحدة الرابعة التأمين لمدى الحياة هنمسك كل وحدة ونقول إن هي بتتكلم عن إيه؟ يعني زي هنا الوحدة الأولى أساسيات التأمين على الأشخاص هنتكلم فيه اللي هي أخطار الحياة ووسائق التأمين هنتكلم عن أسس شراء التأمين على الحياة وهنتكلم على طرق تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص وآخر حاجة اللي هي طرق بيع التأمين على الحياة التجارية يبقى هنا أنا عندي في الوحدة الأولى اللي هي أساسيات التأمين على الأشخاص لازم أعرف أخطار الحياة أسس الشراء وترق تحديد مبلغ التأمين وترق بيع التأمين هناخد أول حاجة أخطار الحياة اللي هي أخطار حياة ووسائق التأمين أنا عندي أخطار الحياة يعني إيه هو خطر الحياة بالنسبة للشخص أنا هنا بأمن على الشخص اللي هو تأمينات على الأشخاص إن أنا بأمن على الشخص طب إيه هو خطر خطر الفرد أو خطر الخطر اللي بيواجه الفرد إن أنا أفقد الدخل بتاعي أنا عندي خطر بتاعي إن أنا أفقد الدخل أو الدخل بتاعي ينخفض أو يبقى هنا منخفض مثلا أنا الدخل بتاعي مثلا بياخد ألف جنيه في الشهر مثلا يحصل لي عجزة أو يحصل لي إصابة أو إن أنا ما أقدرش إن أنا أتحرك مش هادئ إن أنا أشتغل كده أنا إيه أنا فقد الدخل بتاعي الألف جنيه اللي أنا بياخدها كل شهر أنا فقدته طب يا اما ممكن يحصل لي عابزة فممكن ان انا بدل ما كنت بشتغل بتاكسل كلها انا بقيت هشتغل بجزء منها فبدل مثلا ان انا دخلي بتاعي ما بقاش 1000 جنيه لا بقى 500 جنيه يبقى هنا الدخلي بتاعي قل يبقى هنا الاخطار اللي بتهدد الشخص او الاخطار الحياة انا عندي اللي انا افقد الدخلي بتاعي او ان هو الدخلي بتاعي يعني خفض دي اول حاجة طيب عندي تاني حاجة اللي هي الاخطار اللي بتهدد زوي الدخلي انا عندي الدخلي ده لو حصل ايه الدخلي ده ينخفض او ان هو افقدوه اول حاجة اللي هو الوفاء ان انا الشخص ده توفى او ان انا مثلا حصليه عجز تالت حاجة اللي هو الشيخوخة ان انا مثلا سني كبر خلاص فبدأ عندي الشيخوخة فطبعا كل ما سني بيكبر كل ما انا المجهود بتاعي في العمل مش هاض ان انا اشتغل زي ما كنت شباب فطبعا الشيخوخة ده بيأثر على الدخل الفرد او زو الدخل اخر حاجة اللي هو طول العمر ونفاذ المال يعني انا هنا نفاذ المال وطول الايه العمر دي اربع حاجات من الاخطار اللي بتهدد الاشخاص اللي هو زوء الدخل احنا خدنا ان هو خطر الحياة انا خطر الحياة بالنسباني ان انا افقد الدخل او ان انا الدخل بتاعي ينخفض وقلنا ان الاخطار اللي هي بتهدد زوء الدخل قلنا ان هما اربعة اللي هو الوفاء العجز الشيخوخة واللي هو طول العمر ونفاذ المال لو احنا شفنا هنا على الشاشة هو اخطار الحياة اول حاجة زي ما كلمنا اللي هو فقد مصدر الدخل الرئيسي للأسرة اللي هو العائل اللي هو مثلا رب الأسرة هو توفى فطبعا كده مصدر الدخل بتاعي ايه خلاص فقط يئما انخفاض دخل الأسرة بما يؤثر على مستوى معاشتهم دي اخطار لايه الحياة هنيجي هنا الاخطار اللي بتهدد كل زوء الدخل ايه الاخطار اللي بتهدد كل زو دخل اول حاجة الوفاء المباكة لمكتسب الدخل تاني حاجة اللي هو العجز الناتج عن مرض او حادث تالت حاجة اللي هو التقاعد الاجباري او الشيخوخة ان انا عندي شيخوخة او حصل ان انا تقاعدت اجباريا هنا طول العمر حتى نفاذ المال لان انا طول العمر عندي سني بقى كبير خالص بس ايه ما عنديش مال المال بتاعي ايه نفس كده احنا عرفنا هنا الاخطار هنيجي بعد كده انا عندي انواع وصائق التأمين عندي وصائق التأمين على الممتلكات ووصائق التأمين على الاشخاص ووصائق التأمين على الاشخاص بتنقسم الى الفردي والجماعة يبقى هنا لو احنا نعرف لازم نعرف ان احنا عندنا انواع الوصائق التأمين انواع وصائق التأمين عندي الممتلكات وعندي الاشخاص طيب الممتلكات دي اللي هي ايه اللي هي وصائق الممتلكات او اللي هي التأمينات ممتلكات واشخاص الممتلكات دي بالنسبة لي زي تأمينات هندسية زي تأمينات على السيارات زي التأمينات على الحريق على السرقة على السطو على البضائع وأجسام السفن دي اسمها التأمين على الممتلكات يبقى هنا دي ممتلكات يبقى أنا بأمن على الممتلكات زي ايه الأنواع بتاع الممتلكات اللي هي تأمين سيارات تأمين على البضائع وأجسام السفن هنا تأمين على السرقة على السطو على اللي هو تأمينات هندسية اللي هي الآلات والمعدات دي كلها تعتبر من التأمينات الممتلكات وطبعا فيه تأمينات تاني اللي هي تأمينات على الأشخاص أو وصائق على الأشخاص الأشخاص دي اللي هي المنهج بتاعنا فيه تأمينات الأشخاص اللي هي ايه بقى زي ايه عندي نوعين اللي هو الفردي والجماعة اللي هو الفردي والايه والجماعة طب هنا الفردي وصائق التأمين على الاشخاص الفردي بينقسم الى نوعين اللي هو الشعبي والعادي طب انا عندي الشعب اللي هو الايه الوفاة والحياة والمختلط يبقى انا عندي وصائق الوفاة والوصائق الحياة والمختلط هنيجي فيه وصائق بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حالة الوفاية عندي وصائق تاني اللي بتغطي الخسائر لو الشخص ده توفى اللي هي وصائق التأمين المؤقت ووصائق تأمين مدى الحياة طب عندي الوصائق التانية اللي هي وصائق بتغطي الأثار المالية المترتبة على حال الحياة اللي هي الوقفية البحتة ودفعات الحياة يبه هنا لازم حضرتك هنا تفرق بين الوصائق اللي بتغطي الخسائل المالية في حالة الوفاء وفي حالة الحياة لو الشخص توفى ايه هي الوصائق اللي بتغطي الشخص لو توفى عندي وثقتين اللي هي الوثيقة المؤقتة والوثيقة مدى الحياة دي وثقتين بتغطي الخسائل المترتبة في حالة الوفاء يعني الشخص توفى طيب لو هنا فيه وصائق تانية النوع التاني اللي بيضغطي الخسائل لو ايه لو الشخص ده فضل فيه الحياة او هو فضل العيش او لسن معين او هو عمل للوثيقة ان انا افضل لسن معين وفضل عيش فده كده فيه وثكتين بيضغطيها اللي هي الوقفية البحتة واللي هي الدفعات الحياة يبقى احنا عرفنا الفرق بين اللي هي الخسائل اللي بيضغطيها او الاخطار اللي بيضغطيها او الوثائق اللي بيضغطي الخسائل نتيجة في حالة الوفاة لو الشخص ده توفى او الشخص ده فضل على الحياة الاتنين يبقى هنا الوقفية البحتة والدفعات دي لو الشخص ايه فضل في الحياة او فضل عايش طيب لو الشخص توفى يبقى عنا عندي وصكتين الوقفية اللي هي المؤقتة ومدى الحياة يبقى احنا عرفنا الانواع هنيجي بعد كده لو احنا هنا هنشوف على الشاشة الهدف الاساسي لعمليات التأمين زي ما احنا اتكلمنا ان هو حماية القصة والافراد من الخسائر المالية المترتبة على وفاة مصدر الدخل انا هنا بعمل حماية تأمينية انا ما قلتش هنا ان انا بعوض الاسرة انا بقلت ان انا بعمل حماية تأمينية بعمل حماية تأمينية لازم اعكد في ده لان احنا دلوقتي فيه منهج اللي هو تأمينات الاشخاص وقلنا ان الشخص ده عمرهم بيتعوض فهنا انا بعمل حماية تأمينية بعمل حماية تأمينية للاسرة والافراد لو الشخص ده يتوفر يبقى هنا شركة التأمين هتعمل لي حماية تأمينية هتدي مبلغ التأمين للمستفيدين المستفيدين اللي هو بيبقى كتبها في وصائق التأمين الوصائق اللي هو عاملها مع شركة التأمين أنا ببدأ شركة التأمين تدي حماية تأمينية تدي مبلغ التأمين للمستفيد يبقى هنا لازم نفرق بين اللي هي تأمينات أشخاص وتأمينات ممتلكات انا تأمينات اشخاص انا بعمل حماية تأمينية اما في التأمينات الممتلكات انا بعمل تعويض وبعمل حماية تأمينية الاتنين ان انا بعمل حماية تأمينية وبعمل تعويض انا اقدر ان انا اعوض مثلا لو الالة دي حصل لها حاجة مثلا بوزت تعطلت مش عارف ايه اقدر ان انا اعوض ان انا اجيب آلة مكان آلة تانية شركة التأمين تدر تعمل ده بس ما تقدرش مثلا في الاشخاص ان هي تعمل ايه تعوض لان الشخص قلنا ان الشخص ده ايه ما بيتعوضش تمام كده با احنا عرفنا الهدف من تأمينية الاشخاص ان انا بعمل حماية تأمينية هنيجي بعد كده اللي هو احنا خدنا اول واحدة او خدنا حياة الاصص هناخد اصص شراء التأمين على الحياة ان انا اصص شراء التأمين على الحياة معرفة ما هو المبلغ الكافي او المناسب الواجب شراءه لازم اعرف ايه المبلغ الكافي او المناسب الواجب ان انا ايه ان انا اشتري تأمين على الحياة تالت حاجة اللي هي طرق تحديد مبلغ التأمين على الاشخاص انا عندي الطرق هما اول حاجة الكيمة النقدية للانسان تاني حاجة الكيمة الرأس مالية للإنسان تالت حاجة الكيمة الاقتصادية للإنسان رابح حاجة الكيمة التأمينية وآخر حاجة طريقة الاحتياجات دي طرق تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص طرق تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص هم خمسة اللي هي الكيمة النقدية الرأس مالية والاقتصادية والتأمينية وطريقة الاحتياجات وطبعا دي احنا ناخدها بالتفصيل يعني احنا ناخد الطرق تحديد مبلغ التأمين هناخدها طبعا بالتفصيل في الحلقات الجاية في المنيج نشرح المنهج انا بس بعرفك اللي هي المنهج بتاعي او تأمينات الاشخاص بتتكلم عن ايه وايه هي المحتوى او المنهج الموجود في كتاب المدرسة واللي انت هتدرسه السنة الجاية السنة دي ان شاء الله فيه فهنا عندي طرق تحديد مبلغ التأمين انا عندي الطرق هم خمسة زي ان انا حدد عن نقدية واقتصادية راس مالية وتأمينية وطريقة الايه الاحتياجات دي لازم انت تبقى عرفها ان هم عندي خمس طرق لتحديد مبلغ الايه التأمين هنيجي بعد كده انواع وطرق بيع التأمين على الحياة التجار اول حاجة من الانواع اللي هو التأمين على الحياة العادية طبعا التأمين على الحياة العادية زي ما احنا عارفين ان هو بيكون على فرض واحد اما هنا التأمين على الحياة الجامعية بيكون مجموع من الاشخاص يعني هو مش شخص واحد لا مجموع من الاشخاص هنا التأمين على الحياة الشعبي ده بيكون لمستوى معيشة اقل هنا التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافل دي الأنواع أو طرق بيع التأمين على حياة تجارية وطبعا هناخدها بالتفصيل في الحلقات الجاية طبعا احنا كده أخدنا الوحدة الأولى اللي هي الأساسيات هناخد الوحدة التانية اللي هي الشروط العامة لوصيكة التأمين على الأشخاص يبقى هنا الوحدة الأولى خدنا الأساسيات الوحدة التانية هناخد الشروط العامة لوصيكة التأمين على الأشخاص وهم زي مهلة السداد هل شركة التأمين بتدي مهلة السداد؟ آه بنتدي مهلة السداد لو الشخص تأخر عن السداد فشركة التأمين بتدي مهلة للمؤمن له بتدي له مهلة السداد طبعا بيبقى فيه نسبة لها 7% عن تأخير لو تأخر عن سداد المبلغ التأمين أو سداد الأخصات هنا شركة التأمين بتدي له مهلة السداد عندي هنا لو طب الشخص ده قدمني سن خطأ لو أنا قدم من الشروط هل المؤمن له عطاني سن وهو بيكتب طلب الوثيقة أو الوثيقة عطاني السن خطأ مثلا هو سنه خمسين سنة هو راح عطاني أن أنا عنده سن أربعين سنة هل شركة التأمين هتلغي للوثيقة؟ لا هي مش هتلغي الوثيقة بس هتعمل إيه؟ هتعمل وثيقة أو هتعمل حاجة ملاحقة للوثيقة علشان أن هو غير فيه السن عندي هنا لو أنا فيه هل ينفع أن أنا أعمل أو هنا فيه في الأخطار من الشروط دي الأخطار المستثنية أنا عندي أخطار مستثنية في أي وصائق من الوصائق فيه تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات بيبقى فيه استثناءات يعني استثناءات يعني شركة التأمين ما بتعوضش ما بتعوضش عن إيه؟ عن مثلا انتحار عن مثلا هو عطى بيانات خاطئة عن هو قدم بيانات غش الشركة أو عطى بيانات خاطئة أو مثلا انتحار أو هو الحرب أو الشغب كل ده شركة التأمين ما بتعوضش عليه طب هنيجي هنا نشوف هي الشروط العامة لوسيكة التأمين على الحياة أو الحياة اللي هي مهرة السداد زي ما احنا اتفقنا عليها وزي ما احنا قلناها إنه مهرة السداد إن شركة التأمين بتديه مهرة السداد للشخص لو هو تأخر عن سداد الأكسيد إعادة السريان إن أنا ينفع إن أنا أعيد سريان لو الشخص ده توقف عن سريان الوسيكة أو إن هو دفع الوسيكة ينفع إن أنا أعيد سريان الوسيكة مرة أخرى عدم المنازعة أنا عندي ما فيش منازعة بين المؤمن له وشركة التأمين هنا بيبقاش فيه منازعات من الشروط العامة لوسيكة التأمين على الحياة عدم المنازعة الخطأ في السن الانتحار والأخطار المستثنية وآخر حاجة العقد النهائي دي الشروط العامة لوسائك التأمين على الحياة هنيجي للوحدة الثالثة اللي هو التأمين المؤقت الفردي هناخد إيه اللي هو مفهوم وطبيعة التأمين المؤقت الفردي هناخد الملامح والشروط الخاصة للوسيكة وناخد أنواع التأمين المؤقت الفرزي وناخد أهمية واستخدام التأمين المؤقت لو إحنا دي الوحدة بتاعتنا اللي هو التأمين المؤقت لو إحنا فاكرين إن إحنا قلنا إن التأمين المؤقت أو التأمين على الأشخاص إن أنا بأمن على أو بعمل حماية تأمينية هنا في الوثيقة دي اللي هي التأمين المؤقت أنا بعمل حماية تأمينية ضد خطري لإيه حال الحياة ولو الوفاة أنا سمع شو اطار للي انتو بتقولوا ايه اللي احنا سألنها هي هيكون على خطر الوفاة لان احنا قلنا احنا عندنا وصكتين اللي هي المؤقتة ومدى الحياة اللي اتنين دول بيعملوا على الوفاة يبقى هنا وصيقة التأمين المؤقت وصيقة التأمين المؤقت انا بعمل حماية تأمينية شركة التأمين بتعمل حماية تأمينية طيب حماية تأمينية على ايه على خطر الوفاة على خطر الايه الوفاة لان انا بعمل حماية تأمينية على خطر الوفاة لو الشخص ده انا معامل الوصيقة مثلا لو انا لحد سن انا عملت الوصيقة لحد سن ستين لو انا فضلت لحد سن ستين ما توفتش يبقى هنا انا مش اخد خلاص مبلغ التأمين طيب لو هو عمل الوصيقة مثلا لحد سن الستين وهو مثلا عنده خمسين سنة توفى أثناء سريان الوثيقة من حق المستفيدين اللي هما الورصة أنه هما يخدوا مبلغ التأمين من شركة الايه؟ من شركة التأمين لأنه هو عامل وثيقة اللي هي الوثيقة التأمين المؤقت التأمين المؤقت دي بيأمن أو بيعمل حماية تأمينية للشخص لو هو ايه؟ لو هو توفى خلال سريان الوثيقة خلال سريان الايه؟ والوثيقة ما ينفعش أننا الوثيقة مثلا عاملها عشر سنين مثلا الفترة عشر سنين بعد العشر سنين بعد العشر سنين بيوم الشخص ده توفى هل شركة التأمين هتعود؟ لا ما هتعودش هي لازم تكون الوثيقة ايه؟ سارية يعني لازم تكون المدة فيها طب لو هم المدة في أثناء المدة دي الشخص ده توفى يبقى كده شركة التأمين هتعود المستفيد طبعا طب لهو فضلت العشر سنين فضل على قيد الحياة هل شركة التأمين هتدي مبلغ تأمين لا مش هتدي لأنه كده خلاص هو كان عامل واسيكة اللي هي التأمين اللي هي المؤقت طب هنيجي بقى كده هنشوف على الشاشة اللي هو مفهوم التأمين على الحياة المؤقت زي ما احنا قلنا انهو بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية محدودة والتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق للمستفيد اذا حدثت وفاة المؤمن عليه اثناء مدة التأمين اللي هي الفترة الزمنية مقابل التزام المؤمن عليه بدفع الاقصاد الواجبة في مواعدها المكررة يبقى لازم الشخص ده لو هو توفى يبقى هنا شركة التأمين هتدي مبلغ التأمين للمستفيدين هناخد هنا الوحدة الرابعة اللي هو التأمين لمدى الحياة اللي هو مفهوم وطبيعة التأمين لمدى الحياة انواع التأمين لمدى الحياة ومقارنة التأمين المؤقت والتأمين لمدى الحياة طبعا هنا التأمين لمدى الحياة هي بتضمن وصيكة التأمين لمدى الحياة دفع مبلغ التأمين المحدد بها للمستفيد أو المستفيدين في حالة لو الشخص ده وفاة المؤمن عليه أو عند بلغه السن التي ينتهي عنده جدول الحياة يبقى هنا وصيكة مدى الحياة الفرق بين وصيكة مدى الحياة والوصيكة المؤقتة الوثيكة اللي هو التأمين المؤقت التأمين المؤقت قلنا أنه هو بيعمل حماية تأمينية في حالة الأخطار اللي هو إيه الوفي لو الشخص تواف أما فيه مدى الحياة أنا بعمل حماية تأمينية لو الشخص هصل له إيه لو الشخص أو المؤمن عليه يتوفى أو أنه هو فضل على قيد الحياة حتى المدة المحددة ليه يبهاء هون ولو الشخص إيه لو شخص توفى هنا المستفيدين هياخدوا مبلغ التأمين طب لو شخص ما توفاش وفادل على قيد الحياة لمدة معينة محددة في جد والوثيقة يبقى هنا هياخد بضعة مبلغ التأمين يبقى هنا هياخد في الحالتين في حالة الوفاة وفي حالة القيد على في حالة الوفاة وفي حالة ان هو فادل على قيد الايه على الحياة عرفنا الفرق بين التأمين المؤقت والتأمين مدى الايه مدى الحياة طيب هنشوف بعد كده اللي هو الباب التاني احنا كده خدنا الباب الاولاني وقلنا انهما اربع وحدات الباب التاني اللي هو انواع اخرى للتأمين على الحياة اللي هو الوحدة الاولى التأمين لحال الحياة والمختلط الوحدة التانية التأمين على الحياة الجامعة الوحدة التالتة سنضيق التأمين الخاص الوحدة الرابعة اللي هو التأمين التكافلي هناخد بقى الوحدة كل وحدة ونشوف هي بتتكلم على الايه اللي هي الوحدة الاولى التأمين لحال الحياة والمختلط هنا بيقولك هناخد فيها الوصائق التأمين لحال الحياة وهناخد اللي هي وصائق التأمين المختلط يعني ايه التأمين المختلط ان انا بقدر ان هي مختلطة فيها التأمين المؤكد والتأمين مدى الحياة اللي اتنين اللي انا لو الشخص توفى ببدأ ان انا اعود عليه او بدي المستفيد طيب لو الشخص فضل على قيد الحياة برضك بياخد مبلغ التأمين يبقى هنا لو هو مختلط ما سموها مختلط ليه لانه هو بيبدأ في الحالتين في حالة الوفاء وفي حالة على قيد الحياة طيب لو هنا نشوف هو وثيك التأمين لحال الحياة هنا وثيك التأمين لحال الحياة هما وثيكتين اللي هي وثيكة الوقفية البحتة ووثيكة دفعات الحياة اللي هي حالي الحياة حالي الحياة ان هو على الشخص لو فضل على قيد الحياة يعني فضل عايش ومتواجد فيه الدنيا يبقى هنا بعمل عندي وثيكتين اللي هي الوقفية البحثة والوثيكة التانية اللي هي دفعات دفعات الحياة دي اسمها الوثيكة لحالي الحياة طيب هنا على الشاشة ثانيا وثيك التأمين المختار زي ما احنا قلنا ان هي بتضمن دفع مبلغ التأمين سواء في حالة تحقق خطر الوفاء او في حالة البقاء على قيد الحياة زي ما احنا قلنا هو ان انا هدفع مبلغ التأمين سواء حصل وفاء او حصل ان الشخص ده فضل على بقاء على قيد الحياة في تاريخ الاستحقاق او الانتهاء مضة التأمين ومعنى ذلك ان مبلغ التأمين مؤكد الدفع في التأمين المختار وسميها بالمختار لان هي بتجمع بين وثيك التأمين المؤكد ووثيك التأمين الوقفية البحثة يبني هنا ليه سميت بالتأمين المختلط ان هي بتجمع بين وثيكتين اللي هي وثيك التأمين المؤكد ووثيك التأمين اللي هي الوقفية البحثة الوحدة التانية اللي هو التأمين على الحياة الجماعي هناخد فيه اللي هو مفهوم وتطور التأمين الجماعي والملامح والشروط الاساسية والمزايا المقدمة وانواع التأمين الجماعي من اسمها كده التأمين على الحياة الجماعي يبقى هنا بقام من او بعمل هنا حماية تأمينية اللي فرض واحد لأ دي من اسمها جماعي يبقى هنا انا بعمل حماية تأمينية لمجموعة من الاشخاص ولزم المجموعة من الاشخاص دي تربطهم علاقة عمل مينفعش اى حد مش شغالين مع بعض وابدى ان انا الاعمل وثيك التأمين اسمها تأمين على الحياة الجماعي لازم هنا الأشخاص دول يكونوا تربطهم علاقة إيه علاقة عمل ولازم تكون مجموعة من الأشخاص مش فرض واحد لأنها دي اسمها تأمين على الحياة الجماعي يبقى الجماعي يبقى هنا مجموعة من الأشخاص ولازم هنا تربطهم علاقة إيه علاقة عمل لو احنا شفنا ها على الشاشة مفهوم التأمين على الحياة الجماعي اللي هو تأمين بيعقده شخص على حياة مجموعة من الأشخاص والشخص ده اللي هو مثلا يبقى صاحب الشركة أو صاحب المصنع هو اللي بيأمن على مجموعة من الأشخاص تربطهم مع لوكة عمل تجعل له مصلحة في هذا التأمين كما أن هذا المجموعة ترتبط مع بعضها البعض من أجل هدف آخر بخلاف اللي إيه؟ بخلاف التأمين ده هو التأمين اللي هو الجميع هنا سناديق التأمين الخاصة احنا ناخد اللي هو التطور السناديق الخاصة والمزايا المقدمة اللي هو سناديق التأمين الخاصة هنا بيقصد بيها إيه؟ إنه هو كل نظام في حقيقة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأس المال ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أنه بيؤدي إلى أو بيؤدي أو يرتب لأعضاها أو المستفدين منها حقوقا تأمينيا في شكل تعويض أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة هنا السناديق التأمين الخاصة دي بيكون موجودة في هيئة أو في نقابة أو في شركة وهنا بيبدأ أن الأعضاء دول بيتبقى موجودين في شركة أو في نقابة أو في هيئة بيبدأ أن هما يعملوا صناديق خاصة يبدأ يلموا اشتراكات والاشتراكات دي بيبدأ أن هما يعملوا مزايا يقدموا بقى مزايا يقدموا مثلا تعويضات يقدموا مثلا هنا حاجات دورية معاشات من الصندوق الخاص في الهيئة أو الشركة أو النقابة دي اللي هي السناديق الإيه الخاصة وطبعا هناخد السناديق الخاصة أو الأجزاء دي هناخدها بالتفصيل في الحلقات الجاية في شرح المحتوى أو المنهج بتاعنا بعد كده اللي هو الوحدة الرابعة اللي هو التأمين التكافلي التأمين التكافلي اللي هو طبيعته والقصص التي يقوم عليها تكون فكرة التأمين التكافلي على التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضة لخطر ما أو لعدة أخطار في تحمل التبعيات المادية أو المالية المترتبة على تحقيق هذا الخطر أو تلك الأخطار قبل ما نتكلم عن هنا التأمين التكافلي أنا عاوز أقول لكم هي فكرة التأمين التكافلي هي جات منين؟ هي كانت مع فكرة التأمين التكافلي في المصريين القدماء هم المصريين القدماء كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا الناس الفؤرة كانوا عامل لهم جمعيات للشعب أو الناس الفؤرة دي علشان الجامعية دي كانت تخص إيه؟ لدفن الموتى طبعا الفؤرة في الوقت دا ما كانواش يقدروا أن هم يتحملوا اللي هي التحنيط والمباني بتاع المقابر دي كل حاجة دي طبعا بتبقى تكلفة غالية جدا من التحنيط لأن هم كانوا كدماء المصريين كانوا بيعتقدوا أنه هو بيبقى لازم أنه هو يتحمطوا علشان هيبقى فيه حياة تانية فلازم أنه بيبقى فيه تحنيط فطبعا إحنا عندنا اللي هو التحنيط دا مكلف جدا فبدوا يفكروا فيه جمعية أنهم يبدأوا يدفعوا اشتراك سانوي أو اشتراك شهري بيدفعوا مبلغ علشان لو الشخص ده ما يتوفى تبدأ الجمعية تعمل اللي هو المصريف الدفنة أو التكاليف بتاع الدفنة اللي هو التحنيط وين هو تعمله المقابر المباني بتاعتها فدي جات من فكرة اللي هو التأمين التكافلي في المصريين الكدامين وطبعا كانت دي على الأشخاص على الممتلكات كان فيه تبادل في اللي هو التجارة كانوا بيبدأ اللي هو ساعة الشام واليمن كانوا بيبقى فيه تجارة بينهم فطبعا التجار بدأوا أنهم يقولوا طب لو أنا حصل لي مثلا أي حاجة في البضاعة أثناء الانتقال من اليمن للشام فطبعا بدأوا أنهم يقولوا لو حصل أي حاجة إحنا بيبدأوا يدفعوا اشتراكات فده التكافل أو اللي هو التكافل الاجتماعي أو التكافل فكرة التكافل جات من هنا من أن أنا بأمن على الأشخاص والممتلكات وقلنا أن الأشخاص دي من المصريين الكداماء أثناء أنهم عملوا جمعية أنهم يتكافلوا بالناس الفقرة أنهم يدفعوا بس اشتراك شهري أو سانوي علشان لو حصل لقد الله الشخص ده توفى يبدأ أنهم يعملوا يتكافلوا بأنه هو الموتى تكاليف الدفنة أو التحليط والمباني هنيجي البعض كده طبعاً إحنا كده إحنا خلصنا إنه هو مادة التأمينات الأشخاص وقلنا إن مادة التأمينات الأشخاص هتتدرس فيه هنا هتتدرس فيه حستين في الإسبوع حستين في الإسبوع وقلنا إن تأمينات الأشخاص اللي هم بابين هنيجي بقى فيه المادة التانية اللي هي تأمينات هندسية وقلنا إن تأمينات الأشخاص دي تخص تأمينات الأشخاص وقلنا إن هي تأمينات الأشخاص أنا بعمل حماية تأمينية طب هنيجي بقى في المادة التانية اللي هي تأمينات هندسية والمادة التأمينات الهندسية دي تخص التأمينات الممتلكات فاكرين إنما أنا في البداية قلت إن أنا عندي أنواع التأمينات هم نوعين اللي هي تأمينات أشخاص وتأمينات ممتلكات وقلنا إن تأمينات الأشخاص إن أنا بعمل على الوفاء أو العجز وقلنا إن فيه وصائق اللي هي تأمين المؤقت ومدى الحياة ووصائق الحال الحياة وقلنا وفيه وصائق المختلط وفيه وصائق التأمين على الحياة الجماعي دي اللي هي الوصائق الخاصة بالتأمين على الأشخاص وقلنا أنه فيه هنا التأمينات على الممتلكات وقلنا أنه التأمينات على الممتلكات اللي هي فيها زي إيه زي اللي هي تأمينات على السيارات على السرقة على الحريق على السطو على اللي هي البضائع وأجسام السفر والتأمينات الهندسية اللي احنا هو المنهج التاني او المادة التانية اللي هي التأمينات الهندسية والتأمينات الهندسية دي بأمن على ايه بأمن على الات معدات اجهزة مباني دي التأمينات الهندسية التأمينات الهندسية هي بتأمن على او بتعمل تعويض بقى شوفوا بقى احنا بنقول ليه على ايه على التأمينات الهندسية تعويض انا بعوض وبعمل حماية تأمينات اما في التأمينات الاشخاص انا كنتش بقدر اقول ان انا عوض انا كنت باعمل بنقول ايه ان شركة التأمين بتعمل حماية تأمينية حماية ايه تأمينية طب هنيجي هنا في التأمينات الهندسية والتأمينات الهندسية دي بردك بتتقسم الى بابين الباب الاولاني اللي هو تأمين اخطار ومعدات المؤولين والباب التاني اللي هو تأمينات الالات والمعدات الاخرى هناخد أول باب هو بيتكلم عن إيه تأمينات أخطار ومعدات المؤولين اللي هو الوحدة الأولى مقدمة عن التأمينات الهندسية الوحدة الثانية اللي هو تأمين جميع أخطار المؤولين الوحدة الثالثة اللي هو تأمين معدات المؤولين البرية والوحدة الرابعة تأمين جميع أخطار التركي يبقى احنا ناخد المقدمة عن تأمينات الهندسية وتأمين الوحدة التانية تأمين جميع اختار المقاولين وتأمين معدات المقاولين البرية وتأمين جميع اختار التركيب هناخد اول وحدة اللي هو التأمين على التأمين او مقدمة على التأمين الهندسي وهي قلنا ان التأمينات الهندسية هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية بتهدف إلى حماية كافة المشروعات الصناعية المختلفة سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية من الخسائر المادية وكذلك الخسائر التي تصيب الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني يبقى أنا بعمل حماية تأمينية للمشروعات الصناعية سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية ده اللي هو تعريف التأمينات الهندسية وأن النهية التأمينات الهندسية هي مجموعة من التأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية أنواع التأمينات الهندسية لو أنتوا هنقول أنواع التأمينات الهندسية أنا عندي ستة أنواع من التأمينات الهندسية اول نوع اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين الناس اللي هي شغالة في المقاول اللي انتم عارفين المقاول اللي هما بيجي يبني المباني دي اسمها تأمين جميع اخطار المقاولين النوع الثاني تأمين جميع اخطار التركيب النوع الثالث اللي هو تأمين معدات المقاولين البرية رابع حاجة اللي هو تأمين عطل الآلات انا عندي الآلات في المصنع اتعطلت فانا بعمل تأمين على عطل الآلات النوع الخامس اللي هو تأمين المعدات والاجهزة الالكترونية اخر النوع اللي هو تأمين فساد البضائع فيه بخازن التبريد دبعا انا حاطة بضائع فيه التلاجات فانا بأمن على لقدر الله التيار الكهربائي مثلا اتقطع فهنا لو اتقطع في كده البضائع الموجودة فيه التلاجات هتبوس فانا بأمن بعمل وصيق التأمين فساد البضائع فيه اللي هي مخازن التبريد الوحدة التانية تأمين جميع اختار المقاولين هنتكلم بقى عن كل نوع من الانواع قلنا ان هنا بتقدم موثيق التأمين جميع اختار المقاولين الحماية التأمينية لكل من انا بعمل حماية تأمينية لكل من ايه المقاول صاحب المشروع المقاول المنباطر والمهندسين يبقى هنا بعمل حماية تأمينية اللي هو تأمين على اختار المقاولين تأمين جميع اختار المقاولين الوثيقة دي بتقدم حماية تأمينية طبعا أنا بقدم حماية تأمينية لكل من مين من المقاول وصاحب المشروع والمقاول من باطر واللي هو المهندسين يبقى هنا هو صاحب المشروع الأصلي أنا بعمله حماية تأمينية لمين لصاحب المشروع الأصلي والنوع الثاني أو مين المقاولين وثالث حاجة اللي هم المهندسين التنفيذيين وآخر حاجة اللي هم المقاولين من إيه من الباطر يبقى بيقدم حماية تأمينية لصاحب المشروع المقاولين المهندسون ومقاولون من البطل الوحدة التالتة هتتكلم عن تأمين معدات المقاولين البري اللي هي بتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم عن الأضرار المادية التي تلحب الوحدات المؤمن عليها بسبب حادث فجائي غير متوقع وذلك تبقى للشروط العامة الوثيقة بشرط ان يكون المؤمن له كالصدد الكستل المستحق يبقى هنا شركة التأمين بتعوض المؤمن له عن الأضرار اللي بترحك بالوحدات المؤمن عليها وان انا بعوض هنا لازم تكون الخسائد دي تكون غير متوقعة ومفاجأة مينفعش ان انا بععرف ان الخسارة دي متوقعة ان انا هيحصل فيه خسارة او هيحصل خطر او هيحصل مثلا هنا القلة دي هتتعطل او هتعطل وانا بعرفها يبقى شركة التأمين بتعوض لا هي شركة التأمين ما بتعوض لان لازم ان هنا الحادث ده والخطر ده يكون مفاجئ وغير متوقع لازم نأكد على ده ان هنا الخطر بالنسبة لي هو مفاجئ وغير متوقع مثلا ما ينفعش ان انت تبقى عارف ان الكهربا هتعطل وتبقى الكهربا قطعت وانت حاطت بضائع في التلاجات مثلا وهنا البضائع اللي كانت في التلاجات دي بوزت هل شركة التأمين هتعوض لا طبعا شركة التأمين مش هتعوض ليه لان انت اصلا ما كنتش متفاجئ ان الطيار الكهرباها هيقطع يبقى لازم لازم ان الحادث او الخطر ده لازم يكون غير متوقع ومفاجئ ان انا اتفاجئت بيه طب هنيجي بعد كده اللي هي الواحدة الرابعة احنا خدنا اللي هي تأمين جميع اخطار المقاولين وتأمين اخطار اللي هي المقاولين البرية هناخد تأمين جميع اخطار التركيب يعني ايه التركيب هنا اهو ومفهوم وصيك التأمين جميع اخطار التركيب ان انا بقدم هو تقديم وقاية شاملة وكافية لجميع مواقع الاخطار المتعلقة بالتركيب الالي والبنائي والتركيبات الصلبة لاي نوع ان انا بقدم uk secondary ووقاية شاملة وكافية لجميع المواقع الاخطار هنا بتهدف وصيك التأمين جميع الأخطار إلى تقديم حماية تأمينية شاملة من كافة الخسائر والتلفيات المادية الناتجة عن تركيب الماكينات أو الآلات أو الإنشاءات المعدنية من أي نوع كان مثل تركيب الكباري أو تركيب مصانع كاملة وأصبح أحد الشروط الأساسية لموافقة البنك أو هيئات الانتمان على تقديم أي كارد للمشروع لو أنا لازم تاخد موافقة من البنك أن هنا أصبحت من الشروط الأساسية لموافقة البنك أو هيئة الانتمان على تقديم أي كارد أنه لازم يحصل فيه يبقى فيه وصيكة اسمها وصيكة تأمين جميع أخطار التركيب اللي لازم يبقى فيه وانت بتعمل تركيب الماكينات والآلات او الانشاء المعدن المعدن لازم هنا يبقى فيه وصيكة اسمها وصيكة جميع اختار التركيب الباب التاني احنا اخذنا الباب الاولاني هنا الباب التاني اللي هو تأمينات الآلات والمعدات الاخرى عندي هنا الوحدة الاولى بتتكلم عن تأمين عطل الآلات الوحدة التانية بتتكلم عن تأمين المعدات والاجهزة الالكترونية الوحدة التالتة اللي هي تأمين فساد البضائع في المخازن التبريد الوحدة الاولى اللي هي تأمين عطل الالات يعني ايه عطل الالات ان انا عندي في المصنع او الشركة بتاعتي كان عندي الات فالالات دي وهي شغالة حصل لها عطل فهنا حصل عطل للالة فانا لو انا مكنتش مأمن عليها كده شركة التأمين مش هتعودني او مش هتصلح لي الالة دي لو هي محتاجة تصليح او محتاجة ان انا ابدل الالة دي بقادلة تانية فهنا شركة لو انا مش مأمن علي الالة دي وحصل عطل في الالة شركة التأمين مش هتعودني عليها يبقى هنا تأمين عطل الالات ان شركة التأمين بتأمن او بتأمن حماية تأمينية او بتأمن تعوين على عطل الالات ان الالة دي كانت شغالة فحصلها عطل فشركة التأمين تبدأ انها اما تصلحها إما لو هي مش عاوزة تصليح ومحتاج أن أنا أعمل تبديل أجيب آلة غير الآلة اللي هي متواجدة فهنا شركة تأمين بتعمل ده بتنهي إما تعود تجيب لك آلة إما تبدأ أن هي تصلح لك الآلة دي وهي أحد فروع التأمينات الهندسية وهي بتقديم الحماية التأمينية الشاملة من كافة الخسائل والتلفيات المادية عن تشغيل الماكينات ووحدات أو خطوط الإنتاج المختلفة تلتزم هنا شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفجأة والغير متوقعة التي تلحق بالآلات والمؤمن عليه زي ما احنا قلنا أن هي لازم تكون مفجأة وغير متوقعة الوحدة الثانية هي تأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية هنا طبيعة المعدات الإلكترونية لو أنتم عارفين أن هي معادات الإلكترونية تحتوي من الداخل على مكونات ذات حساسية شديدة لدرجة الحرار والدخان والغبار والرطوبة المحيطة بها بالإضافة إلى أن تشغيلها بيحتاج إلى طيار كهربائي مستمر ومنتظم هنا الوحدة الثالثة هي تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد هنا بتلتزم شركة التأمين بتعويض أن أنا بعرف إيه هي وصيك التأمين فساد البضائع في مخازن التبريد أن هنا بتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن فساد البضائع داخل التلاجات وغرفة التبريد وذلك بسبب حادث لماكينة التلاجة يؤدي إلى تعطيلها مما يتتب ذلك في تعطل العمل يبقى هنا فيه وصيك التأمين فساد البضائع أنه إحنا شايفين لو هنا البضائع الموجودة حصل عطل فيه التلاجات اللي أنا حط فيه البضائع فشركة التأمين بتبدأ تشوف السبب العطل ده لو هي لقيته أن العطل ده ما فيهوش أي حد متدخل فيه فشركة التأمين بتبدأ أنه يتعود عليه وطبعا إحنا هناخد بالتفصيل اللي هي وصيكة كل الوصيك اللي إحنا اتكلمنا عنها هنبدأ أن احنا نتكلم عليها بالتفصيل في المحتوى أو في الحلقات القادمة إن شاء الله لو احنا نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه من أول ما بدأنا في الحلقات الإسرائيلية أن احنا اتكلمنا عن التأمينات عموما أو شعبة التأمينات وقلنا أن شعبة التأمينات فيها ثلاث مواد اللي هي تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات وفني الإنتاج اتكلمنا عن تأمينات الأشخاص وقلنا أن تأمينات الأشخاص أنا بعمل حماية تأمينية أما في تأمينات الممتلكات أنا بعمل حماية تأمينية وبيعمل تعويض طبعا للأسف إحنا حلقتنا انتهت في الحلقات القادمة إن شاء الله هنتكلم إحنا خدنا المادتين الأوانين الفني الإنتاج هنتكلم عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله وتمنى لكم التوفيق إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته